سبعة مشاريع قوانين يوافقوا بموجبها على اتفاقيات دولية صدقت عليها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب وذلك بحضور وزير شؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصادي والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي القجع مشاريع القوانين تهم اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين المغرب وجيبوتي الموقع بالرباط في الرابع عشر من نومبر الفين واثنين وعشرين بالإضافة لمشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي للمركز الافريقي لتنمية الموارد المعدنية المعتمد بآديسا بابا بإثيوبيا في الواحد وثلاثين يناير من الفين وستة عشر ومشروع قانون آخر يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي المعتمد من قبل مجلس وزراء الخارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة بأوزباكستان في أكتوبر الفين وستة عشر كما صادقت اللجنة على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المنقحة بشأن الاحتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية المعتمدة بباريس في الثاني من فبراير 2022 والموقعة من طرف المغرب في نفس التاريخ هذا وتمت المصادقة على مشروع قانون آخر يوافق بموجبه على الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمملكة المغربية الموقع بالرباط في العاشر من نومبر الفين واثنين وعشرين اللجنة ناقشت وصدقت على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الافريقية المعتمدة بآغرا في غانا في الخامس والعشرين من أكتوبر 1965 بالإضافة إلى مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة بموتريال في الثامن والعشرين من جوتنبر الفين واثنين وعشرين